موسيقى مساء الخير إيران بتتعرض منذ 30 يونيو الماضي وإلى الآن بسلسلة من الحوارث الخطيرة والغامضة اللي استهدفت منشآتها الحيوية المدنية والعسكرية على السواء وكان أخطر هذه المنشآت التي تم استهدافها هي منشآت ناتانز النووية التي تم تخريبها في 2 يوليو الجاري والسؤال المطروح بطبيعة الحال داخل إيران وخارج إيران هو من يقف وراء هذه العمليات الإجابة بصورة قاطعة على هذا السؤال ليست متاحة الآن لأن السلطات الإيرانية التي تجري تحقيقات في كل هذه الحوارث التخريبية لم تخرج علينا بنتيجة قاطعة ولا توجد أي جهة ذات مصداقية داخل إيران أو خارجها أعلنت مسؤوليتها عن هذه الحوارث لكن هذه الحوارث في نهاية المطاف لن تخرج عن واحد من ثلاث احتمالات لا رابعة لها في هذا التوقيت الاحتمال الأول أن لا يكون هناك رابط بين كل هذه الحوارث وأن تكون هذه الحوارث جميعاً أو عدد منها هو ناتج عن ضعف وتداعي البنية التحتية داخل إيران وده احتمال ضعيف نسبياً الاحتمال الثاني أن تكون هناك جماعات من داخل إيران هي التي قامت بهذه العملات التخريبية بهدف إحراج النظام وربما إسقاطه الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الأقوى أن تكون هناك دول معادية لإيران هي التي قامت بهذه العمليات المتزاملة والمتعاقبة والمعقدة ومن بين الدول اللي ممكن تقوم بهذه العمليات أصابع الاتهام بتشير على وجه التحديد أكثر إلى إسرائيل ليه إسرائيل؟ لخمس أسباب السبب الأول أنها تملك الدافع لإجراء هذه العمليات اللي هدفها تقويض قدرات إيران الصناعية وتحديداً العسكرية وعلى وجه الدقة القدرات الساروخية والقدرات النووية ثانياً هي بتملك مع الدافع بتملك القدرات ثالثاً هناك سابقة لأن إسرائيل مع الولايات المتحدة شنوا هجوماً سيبرانياً يعني سيبر أتاك على منشأة ناتانس تحديداً في 2010 وكانت فيه سلسلة أخرى من الهجمات اللي كانت أيضاً أصابع الاتهام بتشير فيها إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمر الرابع هي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اللي تكاد ترقى إلى الاعتراف بمسؤوليتهم عما جرى في إيران لأنه لما سئل وزير الدفاع الإسرائيلي عن مدى مسؤولية إسرائيل عن هذه الحوارث قال ليس بالضرورة أن تكون إسرائيل وراء كل عملية تحدث في إيران وزير الخارجية الإسرائيلي قال كلاماً أخطر لما سئل نفس السؤال رد وقال لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونحن نقوم بعمليات كثيرة ولكن من الأفضل أن لا نعلن عنها في سبب خامس أنه مصادر متواترة بتشير إلى تورد إسرائيل في هذه العمليات وأحد هذه المصادر جاء على لسان في تقريري لصحيفة نيويوركة عيمس وهي طبعاً صحيفة كبيرة وتحظى بمصداقية قالت أن مصدر استخباراتي شرق أوسطي لم تحدد بلده قال أن إسرائيل هي من قامت بهذه العملية وربما يكون المصدر ده هو إسرائيل نفسها سواء كانت إسرائيل كانت الولايات المتحدة كانت دولة خليجية كانت مش دولة أساساً وهي جماعات تخريبية إيرانية وبالمناسبة في جماعة اسمها هوملاندشيتس أو فهود الوطن يعني أرسلت رسالة إلى البي بي سي التي تبث خدماتها باللغة الفارسية رسالة وقالت أنا المسؤولة عن تفجيرات نتانس قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح سأيا كان الإحتمال كل هذه الإحتمالات لا تحمل أخباراً صارة لإيران لأنه حتى لو كانت هذه الحوادث ليست بفعل فاعل وهي ناتجة عن تداعي البنية التحتية الإيرانية فهذا يعني أن الحصار الاقتصادي والضغط العنيف من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد بدأ يؤتي أكله وأن إيران تنهار من الداخل الصورة بتزداد صعوبة لإيران لما بنضع كل هذه العمليات باحتمالتها الثلاث في الإطار الأوسع الإطار الأوسع بيقول أن إيران بتعيش فترة من أسوأ فتراتها لأن الولايات المتحدة بتشن عليها ما تسميه سياسة الماكسمن براشر أو سياسة الضغوط القصوى وسياسة الضغوط القصوى دي على إيران ممتدة من الخليج من ميار الخليج العربي إلى البحر الكريبي وأنا هنا بشير إلى محاولة يعني قطع الطريق على أي علاقة بين إيران وفنزويلا على سبيل المثال ما بين البحر الكريبي إلى الخليج العربي إلى أقصى أطراف العالم الولايات المتحدة وحلفائها يحاصرون إيران في كل مكان في العالم وممكن نقول أمثلة لا تقع تحت حصر لكن اختصارا للوقت هرجت أنه الولايات المتحدة وحلفائها يحاصرون إيران فيه لبنان بمحاولة تكفيف منابع التمويل لحزب الله بمحاولة قطع الطرق التي يمكن أن يحصل من خلالها على سلاح بكل السبل والأزمة الاقتصادية العنيفة الموجودة في لبنان السبب الأساسي وراءها هو محاولة محاصرة وضرب استقرار أو استئثار أو قدرة حزب الله على التحكم في الساحة اللبنانية أي ضرب حزب الله في لبنان إذا تم ضرب حزب الله في لبنان وفي حقيقة الأمر بيضرب النفوذ الإيراني إذا تركنا لبنان وذهبنا إلى سوريا هنجد أن إيران بتتعرض منذ شهور طويلة لضغوط على كل المستويات اقتصادية كان آخرها قانون قيصر اللي في حلقة تكلمنا فيه عنها ضغوط طبعا دبلوماسية ضغوط عسكرية ففي عمليات متكررة من جانب إسرائيل بتستهدف الوجود الإيراني والميليشيات التابعة لإيران والأسلحة الإيرانية منذ سنوات طويلة لكنها تكثفت في الفترة الأخيرة إذا انتقلنا إلى العراق هنجد أن وضع إيران في العراق في السنوات الأخيرة أو في العام الماضي على وجه التحديد ليس في أحسن حال العراق شهد على أرضه اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير الماضي وفي تراجع داخل يعني تراجع للنفوذ الإيراني داخل العراق حتى داخل النخب الشيعية نفسها والدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية المرموقة كتبت كلاما مهما جدا هسيبه لحضراتكم في آخر الحلقة عن تراجع النفوذ الإيراني في العراق حتى داخل الكتل الشيعية نفسها ده مش معناه أن النفوذ قد انتهى النفوذ الإيراني قد انتهى ولكنه تراجع بشكل ملموس ويبتعتقد أن أحد هذه العوامل هو استفزاز بعض القادة الإيرانيين للعراق بتصريحات مستفزة أنهم باتوا يتحكمون في المشهد العراقي وأننا بنحكم أربع واصم منها بغداد وطبعا عامل تاني اغتيال الجنرال قاسم سليماني اللي أدى اغتياله إلى فقدان إيران لواحد من أكفأ رجالها في إدارة أو في بسط نفوذها خارج أراضيها أضف إلى كل ده المتاعب الاقتصادية الضخمة جدا التي يتعرض لها العراقيون نتيجة أنهم حاسين أنهم واقعين أو مجرد ساحة معركة بين النفوذ الإيراني وبين النفوذ الأمريكي في كل الأحوال دي قصة ممكن نرجع نتكلم عنها تاني نقول الدكتورة نيفين قالت إيه لكن من المهم أن نقول أنه النفوذ الإيراني في عراق تراجع نسبيا في الفترة الأخيرة لما نضع كل هذا الكلام جنب العقوبات الاقتصادية العنيفة جدا ومحاولة الولايات المتحدة تسخير الصادرات الإيرانية من النفط ومحاولة تجديد حظر السلاع عليها كل ده بيقول لنا أنه إيران بتتعرض إلى ضغوط غير مسبوقة أضف إليها طبعا تأثير فيروس كورونا الذي قسم ظهور دول متقدمة فما بالنا بإيران التي هي في نهاية الحال دولة من دول العالم الثالث طيب أي سياسة يعني الضغوط القصوى دي أو الماكسمن براشر اللي اتكلمت عليها إدارة الرئيس ترامب هي وسائل وسائل متعددة للضغط على إيران أي وسيلة لا هدف في النهاية ما هو الهدف الأمريكي من الضغط العنيف جدا على إيران إذا استبعدنا احتمال الحرب لأن الحرب يعني طبعا ليس هناك محل شك أن الولايات المتحدة قالت تصريحا وتلميحا أنهم لا يرغبون في حرب ويبقى ماذا يتبقى؟ إيه هدف هذه الماكسمن براشر؟ هل الماكسمن براشر هدفه فقط أنه إرضاء بعض الحلفاء في المنطقة زي مثلا الدول الخليجية ولا ليه هدف أبعد؟ الهدف الأبعد ده يكون حاجة من اتنين إما أنه يغير النظام أو إما يجبره على التفاوض مسألة تغيير النظام دي وهي مسألة مطروحة في عقول بعض المسؤولين الأمريكان واضح أن هي هدف صعب هدف صعب ليه؟ لسببين واضحين أو ممكن ثلاث أسباب السبب الأولاني أن تغيير الأنظمة بصفة عامة أمر صعب من الخارج والدليل على ذلك زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنه في ضغوط عنيفة جدا على كوريا الشمالية وهناك ضغوط عنيفة على فنزويلا وهناك ضغوط أمريكية على كوبا مثلا استمرت من الستينات لغاية وقت قريب وهذه الضغوط لم تؤدي إلى تغيير النظام أضف إلى ذلك أنه تجربة الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة في التلاتين سنة اللي فاتت يعني لم تكن التجارب ناجحة بل على الأقل من يعني بالنسبة للولايات المتحدة أنا أتكلمش على الدول اللي تم تغيير النظام فيها أو على شعوب المنطقة أو على البلد اللي تغير فيها النظام أنا أتكلم على الولايات المتحدة يعني تغيير النظام في أفغانستان والإطاحة بطالبان أو تغيير النظام في العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين حمل أضرارا عنيفة جدا على الولايات المتحدة وهدد مصالحها وكلفها أموالا كثيرة وأرواحا كثيرة السبب الثالث والأهم أنه تغيير النظام كما كشفت لنا كده يعني العشر سنوات الأخيرة منذ اندلاع ما سمي بثورات الربيع العربي بيقول لنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنه النظم بتسقط في حالتين إما أن الشعب كله يخرج عن بكرة أبي ضد النظام بديه أن الشعب كله خرج لازم القصر أو الرئاسة أو السلطة هتسقط لكن هذا لا يحدث في العادة اللي بيحدث أنه في شريحة من الشعب بتخرج الشريحة دي علشان تقدر تحقق مطالبها بإسقاط النظام لا يمكن أن يسقط النظام إلا إذا انضم الجيش إلى الشعب هذا ما حدث مثلا في الجزائر هذا ما حدث في السودان هذا ما حدث في مصر مرتين في 2011 و2013 ونعدد أمثلة كثيرة في حالة إيران هذا السيناريو تقريبا غير قائم لأنه حتى لو الشعب انضم تحت الضغط العنيف جدا التي تمارسه على البيانات المتحدة ولو نجح هذا الضغط في إثارة استياء المواطنين وخارجوا إلى الشارع لابد أن ينضم إليهم الجيش انضمام الجيش في إيران لا يعني الكثير لأن هناك جيش موازي بل أقوى وهو الحرس الثوري والحرس الثوري من غير المنطقي أن ينضم إلى الشعب لأنه ينضم إلى الشعب لإسقاط النظام الحرس الثوري هو النظام اسمه الحرس الثوري أنا كنت بأكلم حضرتكم على الدكتورة نيفين موسعد بتقول طبعا هو الحرس الثوري يعني الثورة الإيرانية من غير المقبول أنه يحاول الحرس الثوري أن يسقط نظامه ممكن يسعى الحرس الثوري أن يغير يعني بعض الوجوه لكن أن يسقط النظام يعني أن يسقط الحرس الثوري أن يخرج الجيش ضد الحرس الثوري هذا احتمال لا توجد عليه أي مؤشرات معناه أنه في حرب أهلية لكن لا يعني سقوط النظام وبالتالي فكرة سقوط النظام لأسباب متعددة لا تبدو وإن كانت مرغوبة من جانب عدد من المسؤولين الأمريكان لكنها لا تبدو قائمة إذن إيه هو الاختيار القائم؟ هو المفاوضات ورغم أننا بدلنا مجهود في أن نقول أن الهدف هو المفاوضات من خلال التحليل لكن الأسهل من كل التحليل ده هو الهدف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أنه قال تكرارا ومرارا أنه هدف الأساسي أن أضغط على الإيرانيين للجلوس على مائدة المفاوضات وقال لهم أنا جالس بجوار التليفون أول ما تتصلوا أنا جاهز لعقد اتفاق جديد إيه الدافع أو إيه السبب لكل هذه الضغوط المستمرة والتي تتزايد؟ السبب ببساطة أن أنا عاوز أجلس معك على مائدة المفاوضات ولكن في أضعف حال ممكن وبالتالي تحصل الولايات المتحدة من إيران على أكبر قدر ممكن من الكونساشنز أو التنازلات أن تجلس مع إيران وهي في وضع قوي سوف تحصل على تنازلات قليلة أن تجلس مع إيران والنظام منهار من المتوقع أن تحدث أن تحصل على امتيازات كبيرة دي طريق التفكير الأمريكان طيب من الجانب الآخر إيران تدرك أنه بما أن الحرب احتمال صعب وإن كان ما فيه شيء مستحيل وأن مسألة سقوط النظام يعني مسألة مش محتملة أو مش قريبة هي تدرك أنه الحرب والمناوشات لن تطول إلى الأبد الحرب غير المباشرة يعني وأنه المفاوضات هي هتكون النتيجة في النهاية يبقى لابد من تحسين شروط التفاوض يبقى إيران الولايات المتحدة بتسعى للضغط على إيران بكل السبل لإجبرها على تفاوض من موقع ضعيف وإيران تدرك ذلك وتحاول من جانبها أن تحسن وضعها في المفاوضات التي سوف تكون في نهاية النفق في الإطار ده نقدر نفهم تصرفات الولايات المتحدة وما يجري في إيران ونفهم أيضا الكوينتر التاكس أو السياسات المضادة من جانب إيران منها على سبيل المثال القيامها باتفاق عسكري مع سوريا وكأنها تقول رغم كل هذه الضغوط أنا لن أخرج من سوريا بل سوف أعزز وجودي منها مثلا إعلانها عن قواعد ساروخية أو سواريخ موجودة تحت الأرض أو تحت مياه الخليق قادرة على استهداف كل خصومها منها الاتفاق الخطير جدا الذي أعلنت عنه مجددا مع الصين بقيمة حوالي 400 مليار دولار وبيمتد إلى 25 سنة أيضا تأكيدا من إيران للولايات المتحدة أنا لم أفقد كل أوراقي وأن عندي مساحة للمناورة وعندي بدائل وبالتالي ده أيضا بيأتي في إطار أن هي تقول للولايات المتحدة حين آتي وأجلس إلى مائلة المفاوضات لدي أوراقي ولست في وضع ضعيف تماما إذن على أكثر الاحتمالات نحن سوف نشهد كلوس إيران والولايات المتحدة على مائلة المفاوضات إن لم يكن في الشهور القليلة القادمة اللي بتشهد انتخابات في الولايات المتحدة فربما يكون في مطلع العام القادم سواء مع الرئيس ترمب ليكون في ولاية ثانية أو مع الرئيس الديمقراطي اللي هو بايدن لكن السؤال اللي هيكون مهم جدا وقتها إذا تحقق هذا الاحتمال هيكون عندنا وقتها السؤال المطروح يعني إلى أي حد سوف يستفيد أو يتضرر الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية من مفاوضات جديدة بين إيران وبين الولايات المتحدة هذا يستحق من حلقة أخرى قريبا إن شاء الله أشكركم وإلى لقاء